الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد إخواني وأخواتي كما سمعتم فإن عنواناً محاضرة والدخول في أمان غير المسلمين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الشيخ began by praising الله and sending peace and blessings to the Prophet ﷺ and he said that this as you have heard is a very important topic and the title of the topic that we are going to study today is how to enter into peace with the non-Muslims هناك فرق بين النظرة القانونية والنظرة الشرعية الدينية لمثل هذا العمر there is a difference the sheikh is saying between a legislative governmental way of looking at this topic and within the sharia فمن النحية القانونية أنت تقيم في هذا البلد إما بإقامة مؤقتة أو دائمة أو أنك تحمل جنسية هذا البلد وتلتزم بالقوانين والأنظمة لأنك لا تستطيع أن تعيش في هذا البلد إلا بذلك لكن الجانب الديني هو الجانب الأهم في ضبط سلوك الإنسان فالقانون يمنع عن تسوق أموال الناس أو تأخذها بغير حق لكن إذا كنت من ناحية الدين والأخلاق تعتقد أن هذا حلال لك ومباح لك فإنك تستغل أي فنصة للاستلاع على أموال الآخمين وليهذا من المهم لك أيها المسلم أن تعرف ما هي الواجبات الدينية عليك في هذا البلد لأن هذا يضبط سلوكك الديني ويضبط أيضا تصرفاتك الأخلاقية لأن هذا يضبط تستطيع أن تستطيع تحلالك ويضبط أيضا تستطيع أن تستطيع فهذه أول نقطة في أهمية هذا الموضوع أنني أريد أن أستفيد من هذا الموضوع في عقيدتي وفي ديني وفي سلوكي وأخلاقي ثم النقطة الثانية في أهمية هذا الموضوع أن بعض أبناء المسلمين وقعوا للأسف الشديد في الغلوب والتطاقف والإرهاب ومن أهم أسباب ذلك جهدهم بهذه الأحكام الموجودة في الفقه الإسلامي وهي ثابتة بأدلة القرآن والسنة وكذلك في أقوال علماء الإسلام وأئمة الإسلام المتقدمين والإنسان إذا نظر فيها سيجد الأخلاق العالية الفاضلة لأهل الإسلام وطبعا الموضوع كبير وواسح لكن سنختار بعض المسائل كأمثلة حتى يعرف من خلال هذه الأمثلة أن لهذه المسألة تفاصيل كبيرة وواسعة جدا في الفقه الإسلامي ثم ثالثا أهمية هذا الموضوع أن يعرف الإنسان محاسن هذا الدين وفضائل فهذا أفضل جواب لهذه الحملات الإعلامية الشديدة التي توجه ضد الإسلام والمسلمين فإذا نحن نتكلم في الأمر الديني وليس في الأمر القانوني في ديننا هناك شيء اسمه الدخول في الأمان في الأمان في اللغة العربية هذه الكلمة تدول على الطمأنينة وتدول على زوال الخوف وعدم الخوف من الضرر أو الأذى أو الاعتداء وهذا كان معروفا في الإسلام منذ العهد الأول طبعا أنتم تعرفون أن من أبغز الصور لهذه المسألة أن يعيش غيو المسلمين في البلاد الإسلامية وهذه الحالة تسمى في الفقه الإسلامية فقه تسمى بأقد الذمّة فغيو المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام يسمون أهل الذمّة ويعني ذلك أن بينهم وبين المسلمين عهداً وأماناً أن يقوم المسلمون بحمايتهم وحفظ حقوقهم وعدم الاعتداء عليهم وطبعا حفظ هذا الحق لهم له أدلة كثيرة في السنة النبوية من ذلك مثلاً ما ثبت في صحيح البخارع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً وإن ربي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري أو كان من مواطني تلك الدول المسلمة ولاحظوا هذا الوعيد الشديد يقتل شخصاً واحداً من أهل الذمّة فالله سبحانه وتعالى قد حرم عليه رائحة الجنة فهذا وعيد شديد جداً هذه الصورة لما كانت معروفة في الأزمان السابقة فإن العلماء تكلموا فيها كثيراً وألفوا فيها الكتب وبحثوا تفاصيل هذه الصورة أي أن يكون غير المسلمين في عهد وذمّة وأمان المسلمين في بلاد الإسلام نحن الآن نتكلم في عكس هذه الصورة أن يأتي المسلم إلى بلاد غير مسلمة فيكون في أمانهم في عهدهم وذمّتهم وطبعاً نحن هنا لا نتكلم عن حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين ولكن نحن إذا بما أننا موجودون في هذه البلاد وهي بلاد غير مسلمة فماذا يجب علينا شرعاً؟ أو كيف يوصف هذا في حكم الشرع هذه الصورة هي التي تسمى الدخول في أمان غير المسلمين أول من دخل في أمان غير المسلمين في أمان الكفار هو النبي صلى الله عليه وسلم the very first person individual was to do this was the Prophet صلى الله عليه وسلم where he lived in a non-Muslim environment فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعلن دعوته في مكة في أمان عمه أبي طالب and this occurred when the Prophet صلى الله عليه وسلم proclaimed the message of Islam and he was calling people to Islam whilst we were in Makkah and he was under the treaty and the covenant of Abu Talib وبعد أن توفي أبو طالب صار قريش يشتدون في أذى النبي صلى الله عليه وسلم وفي التجاوز عليه لماذا؟ لأن الشخص الذي كان يحميه منهم قد توفي and after Abu Talib passed away the Quraysh started to harm the Prophet صلى الله عليه وسلم because they realized that the covenant and the treaty and the sense of security for the Prophet صلى الله عليه وسلم was not there so they transgressed against the Prophet صلى الله عليه وسلم severely فلما صار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لعله يجد هناك يعني فرصة لنشري الدعوة هناك في الطائف and this is the reason why the Prophet صلى الله عليه وسلم left Makkah and went to طائف after the passing of Abu Talib so that he can seek some kind of covenant with them and so that they can accept Islam and get some kind of treaty with them لكنهم لم يستجيبوا لدعوته وآدوه فاضطر لي العودة لكنه لم يستطع أن يدخل إلى مكة لأنه قد فقد النصير له ومن كان يعني يقوم على حمايته من هذا قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خارج مكة فبعث إلى أهل مكة إلى من يعرف هناك يريد أن يدخل في جوار أحد منهم أي في أمانهم when he was going back he was not able to enter back into Makkah because now he had no treaty he had no sense of protection anymore because Abu Talib had passed away so from outside of Makkah he was calling for people that can give him that treaty from within فأوصل إلى عدة أشخاص اعتذوا كلهم إلى أن وافق المطعم بن عدي and he asked many individuals to be that protection for him whilst living in Makkah and all of them rejected except for an individual called مطعم بن عدي المطعم بن عدي جمع أبنائه وذهب عند الكعبة وأعلن لقريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدخل في جواري وفي حمايته ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه أو يؤذيه وكان مشركا وحكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتي أو في أماني أو في جواوي وعهدي المطعم بن عدي إلى الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم remained under the treaty and the covenant that مطعم بن عدي gave to him until the prophet وفي حالة أبنائه eventually left Makkah and made hijrah to Medina والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الموقف النبي للمطعم بن عدي والنبي صلى الله عليه وسلم was ever grateful to Muttim عبد and he never forgot the way he looked after him وطبعا المطعم بن عدي مات بعد ذلك في مكة مشركا and after a period of time Muttim bin Adi passed away as a مشرك in Makkah وفي غزوة بدر لما جاءوا بالأسرى والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هؤلاء الأسرى وهم في ضعف وفي ذلة وقد انتصر المسلمون انتصارا عظيما and in the day of bedr of the Prophet صلى الله عليه وسلم the Muslims were victorious and the Prophet صلى الله عليه وسلم gathered a lot of prisoners and he saw that the state of the people of Quraysh at that time the prisoners were subdued and they were in a state of weakness تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف من المطعم بن عدي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الجوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا أي هؤلاء الأسرى لأطلقتهم له and the Prophet صلى الله عليه وسلم in this situation of where he's just won a battle and he's got these prisoners in the war and he doesn't he's deciding what to do with them he remembered the treaty and Mutt ibn Ali and he said if Mutt ibn Ali was alive today and he told me to release them those prisoners I would have listened to him كذلك دخل في جواب غيو المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه خرج مهاجرا من مكة يريد أن يهاجر إلى الحبشة فلقيه لقيه ابن الدغنة أحد الوجهاء أحد السادة من العرب فقال إلى أين ذاهب قال آذاني قومي فإني خارج إلى الحبشة قال مثلك لا يخرج فأعطاه الأمان وجعله في حمايته and another example is where Abu Bakr رضي الله عنه was leaving Mecca and trying to make hijrah or a migration to Habasha to a non-Muslim land and on his way he found a man called Ibn Dagina and this man was somebody who was highly respected within the tribes so he asked him why are you leaving Mecca and where are you going to and Abu Bakr explained to him that this is my people in Mecca and they've harmed us a lot because we are Muslim and I'm leaving for that reason so Ibn Dagina the likes of you somebody who is so noble within society cannot leave his hometown so go back and you will be under my treaty وقريش قبلوا حماية ابن الدغن لأبي بك بن الصديق لكن اشترطوا عليه شرقا the quereish accepted this as a treaty with Ibn Dagina but they had one condition one stipulation أن لا يجهر بدعوته وبقراءة القرآن ويتعبد الله عز وجل في بيته ولا يظهر دينه حتى لا يتأثر به أحد من أهل مكة the condition was that Abu Bakr can live within our town and we won't harm him on the condition that he doesn't proclaim his Islam he doesn't recite Quran aloud he doesn't worship aloud so that the people within the society will not be affected by his Islam لكن أبا بكر صديق رضي الله عنه كان رجلا خاشعا ورقيق القلب فكان يصلي فيجهر بالقرآن ويبكي في صلاته فكان بعض المشركين يجتمعون عليه ويتأثون بذلك فقالوا لابن الدغن قالوا له أنت أدخلت أبا بكر في جوارك أي في حمايتك بهذا الشرط وهو الآن قد خالف هذا الشرط فرد عنه جوارك حتى نستطيع نمنعه من ذلك فابن الدغن اشتكى الأمر لأبي بكر الصديق وأرهر له يعني يعني أن قريش غير راضي من تأثير أهل مكة بصلاته وجهره بالقرآن فهنا ماذا فعل أبو بكر صديق التزم بالشرط الذي اتفقوا عليه فقال أرد عليك جوارك وأدخل في جوار الله عز وجل لا أريد حمايتك من الآن فصاعدا لا أستطيع بالقرآن وقال لقد قلت التزميق التي نحن لديه ونحن ونحن التزميق والتزميق 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 من الله ثم من صور دخول المسلمين في أمان غير المسلمين هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهذه الصورة من أوضح الصورة وأهمها في أن عددا كبيرا من الصحابة ذهبوا إلى ذلك البلد فدخلوا في جوار ملك نصراني One of the clearest examples in the Sira is where of Muslims moving to a non-Muslim covenant is when they migrated from Makkah to Habesha which is known as Ethiopia or that region Eastern Africa today and this is very important because there were many companions that did that and they had a treaty with a Christian king فإنه لما اشتد أذى المشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا لا يستطيع حمايتهم ويتأذى من وقوع الأذى والظلم على أصحابه فارفقا فارفقا بهم قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فانحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فرشا theiend because there is a king there who doesn't oppress people and he will give you your rights وهذه القصة عظيمة جدا وفيها دغوث وعبر كثيرة لكن نحن لا نستطيع أن نقف عندها الآن there are many lessons and there are many reflections that we can gain from this story but we are not able to look at it comprehensively right now لكن المقصود من هذا أن دخول المسلمين في أمان غير المسلمين وفي حمايتهم وفي جوابهم أن هذا كان معروفا منذ الصدق الأول But the point is that Muslims migrating from a Muslim country to a non-Muslim country and having the protection under that non-Muslim government has some kinds of precedence from early Islam الآن سنتكلم في ما يسميه الفقهاء ما ينعقد به الأمان يعني كيف يحصل هذا الأمان أو يقع ويكون ملزما لك أيها المسلم Now we're going to move on to how the ulama, the fuqaha, the scholars of fiqh have defined how a treaty or covenant comes about العلماء قالوا أن هذا يقع بأي أمر يدل عليه سواء باللفظ مثل يقول مثلا آمنتكم أنتم آمنون أعطيتكم الأمان أو يكونوا بالكتابة أو يكونوا بإشارة مفهما and this can happen in any particular there is no particular sequence of it happening the scholars have said that if the governor or the government or the leader of the non-Muslim government says to the people that I am giving you security or you are under security in my country where he gives you the word then this is sufficient but it can also be through writing he makes a contract with you and he has it in writing or it can also be something which is not clear but you have an indication that you are entering into this covenant with him فهنا لا يشترط يعني لا تشترط صيغة معينة ولا يشترط النطق والقول بل يقع بكل ما يدل عليه ولو ب الإشارة there is no condition for it to be valid it can be established in any form of an agreement from both parties so it doesn't have to be something which is verbalized as long as there is an indication that the Muslim wants this covenant and the government are giving the government then it is established كذلك أيضا أنه يقع من جهة المسلم ديانة أن يلزمه هذا العقد ديانة وإن كان المقابل لا يتدين بذلك وبالتالي فأنا عندما أحصل على التأشيرة أو أحصل على الإقامة الموقتة أو الدائمة أو أحصل على الجنسية أو أن أكون من أهل البلد أصلا أحمل جنسية البلد منذ الولادة كل هذه الصيخ هي في الفقه الإسلامي صيخ للحصول على الأمان وإن كان المقابل لا يقصد ذلك ونذكر من الأمثلة على ذلك يعني ما يدل على أهمية هذا الأمر عند المسلمين من جهة التدين لله عز وجل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتب إلى جيوش المسلمين يقول لهم إذا أعطيتم الأمان لشخص بأي لغة كانت فإن ذلك يكونوا ملزما لكم عمر رضي الله عنه used to write to his generals that if somebody gives you a treaty with any kind of language or any kind of form then this becomes binding فإن الله يعلم الألسنة كلها هكذا قال عمر فإن الله يعلم الألسنة كلها ومرا continue to say that الله knows all languages بل صح عنه شيء في غاية الدقة وهو إذا كان في حالة حرب يعني في أرض المعركة وأشار إلى عدوه قال له لئن نزلت لأقتلنك طبعا هذا العدو لا يعرف اللغة العربية ففهم أنه يشير انزل أي أنك ستكون بأمان قال فهذا قد أمنه يعني يكون أمانا ملزما له سيد فإن الله Chat فإن الله يعرف فإن الله يستمر فإن الله أمانا فإنه أمانا تحسير إلعاب التجارية وإنه تقيم وإنه نشاء وإنه قال نحوى أمانا وإنه فإنه شكرا وأمانا لقد آمانا we are going to stop fighting then if he comes down it's not permissible for you to kill him even though you said that you were going to kill him because he's understood that he's coming down with a sense of security so he's come down and you have to preserve that covenant that he's understood والعلماء ذكوا في هذا الباب كلاما كذيرا لا مجال لشرحه أو ذكري لكن أكتفي بمثال قلوا إذا الدولة المسلمة بعثوا شخصا ليدخل دولة أخرى التي تسمى في ذاك الوقت دار الحرب دولة غير مسلمة معادية محاربة في حال حرب مع المسلمين فهذا الرجل أمروه أن يذهب بأمر عسكري وينفذ هناك مثلا عملية عسكرية أن يقوم بالقتل أو يقوم بالتجسس أن يدخل دولة معادية أو يقوم بالتجارة أو يقوم بالتجارة هذا تاجر قال الفقهة يعني أئمة الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وذكر هذا السرخسي تحديدا قلوا بالتجارة سرخسي أن يترتب على ذلك أمور يعني تترتب أحكام دينية أخلاقية يجب عليه أن يلتزم بها والله سبحانه وتعالى قد امتدح المؤمنين الصادقين بأنهم لآماناتهم وعهدهم رعون وفي سورة المائدة يَا يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْحُقُودِ وفي سورة المائدة الله says وَالْعُقُودِ هِيَا الْعُهُودِ سواء كانت مع المسلم أو غير المسلم سواء كانت مع المسالم أو المحارب ونقض العهود وخيانة الأمانات لا شك أن ذلك من صفات المنافقين ولا شك أن أساس العلاقة بين الناس لا بد أن تكون أن يكون قائما على العدل حتى في أسوأ الحالات كما قال تعالى يَا يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِصْرِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ثم إن شاء الله على سناتي يعني بالصورة التي يجفيها على المسلمين الوفاء بالعهود والمواثيق حتى في حال وقوع الضر والأذى عليهم and the sheikh is going to give an example of when it is wajib and it's obligation for the person to uphold the contract even though it's harmful for himself لكن هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهِ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَذِيءٌ وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا and there's a hadith of the Prophet ﷺ the sheikh said that if a person has given a treaty to somebody else but then he kills him the Prophet ﷺ said that I am free from this form of oppression even if the person that was killed is a non-Muslim وهذا حديث ثامت رواه أهل السنن ومعناه أن بالضبط هذه الصورة التي نتكلم عنها رجل أمن رجلاً على دمه ثم قتله فَأَنَ مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا أي أنه أدخلك في بلده على أساس ماذا؟ على أساس أنك لن تعتدي على أرواح الناس في هذا البلد ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولن تخونهم فَمَنْ خَانَهُمْ خاصةً إذا كان بهذه الجريمة الكبيرة القتل فينطبق عليه هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فَأَنَ مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا and the shaykh said that this hadith has been narrated by the scholars who narrated the sunnah and the rest of them the shaykh said that the hadith again is that a man he gives a treaty to another person and he says I will not kill you and your blood is protected but then he kills him the prophet said I am free from this person who has done this act of injustice even if the person that is being killed is a non-muslim the shaykh said that this is an example the meaning is is that if a person enters into a contract and he says he's not going to harm him that means that his wealth and his health and his body is all protected and he cannot be treacherous in this يقول لإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إمام الشافعي يقول إذا دخل قوم من المسلمين against the muslim and it's a non-muslim land and he's entered into that land with the sense of security then they are protected even though they are the enemy طبعا هنا قال بلاد الحرب لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان العلاقات بين الدول قائمة على الحرب يعني لم يكن هناك سلام بين الدول إلا على وجه طارق موقت بخلاف ما هو الآن من أن العلاقات بين الدول تقوم أصلا على السلام على المسالة وليس على الحرب والحرب هي الحالة الطابعة أما قديما فإن العلاقة كانت تقوم على الحرب The shaykh said that Imam al-Shafi is using an interesting word here which is حرب that if you enter a land of enmity or enter a land of the opponent that you are got enmity towards and the shaykh said that at that time the origin was between countries is that they have enmity towards each other the origin was that you would not have a treaty with the other country or the other region and you would be looking to overcome one another at any given time if there were treaties at that time those treaties were not permanent there would be temporary treaties that you would have a covenant that you would say that we're not going to fight each other but now it's the opposite now countries with one another have a permanent sense of treaty and they don't have any war or enmity towards each other ولهذا لو نظرتم في كتب الفقه ستجدون دائما أنهم يصفون بلاد غير المسلمين بدار الحرب يقولون دار الحرب ودار الإسلام دار الإسلام هي بلاد الإسلام البلاد التي فيها أو التي هي خاضعة للدولة الإسلامية دار الحرب كل دولة خارج من دار الإسلام هي دار حرب هكذا تجدون في كل كتب الفقه the shaykh continues to say that if you look at the books of faith from the Hanafis, Maliki, Sharifis, Hanbalis you will find that the lands were split into two different types of lands a land which was the land of war and a land which is the land of Islam and there was nothing in between the land of war was referring to the land of the non-Muslims and the land of Islam is the land of where the Muslims live ولم يتصوروا أن تكون هناك دار كفر من غير الحرب لم يتصوروا هذا وإن كان بعض العلماء قد أشار إلى ذلك في النادر مثل شيخ Islam ibn Taymiyya رحمه الله فإنه قسمها إلى ثلاثة قسام there are instances where the ulema have, the scholars have split it up a bit more like شيخ Islam ibn Taymiyya split it into three different categories of lands فإنه نص على أن الدار تكون دار كفر وحرب يعني دار غير المسلمين وهي حربية ودار غير المسلمين لكنها ليست حربية ودار الإسلام فسجعلها ثلاثة قسام لذا ابن Taymiyya خلال جميلة رئيشة بلاد من الزناف والدار يجب أن يحصل لهم إذا كان يعيش بطلسة بطلسة جميلة أو كان يلك رد جميلة ولكنه هناك محالة بينجربة المسلمين مع ذلك رد جميلة أو كان محالة بلاد جميلة لكن مع ذلك نحن نعجع إلى أوضوح لنا نقصد بهذا أنه في أسوأ لحوال أن العلاق قائم على الحول فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا دخل بلادهم فهو بأمان والعدو يقول العدو لأنها دولة الحووية يقول العدو منهم آمنون إلى أن يفأوقوهم The shaykhs are going back to the topic even if we take all these categorizations the very worst state is where a Muslim enters into a non-Muslim land and those non-Muslim lands have hostility towards the Muslims there is enmity and there is war so the shaykh said even though this Muslim is going into this non-Muslim land and they are the enemy if he's entered a treaty, a covenant then he must respect that ثم يقول الإمام الشافعي وليس لهم ظلمهم ولا خيانة روم and the shaykh imam al-shafi continues to say that if there is a treaty then it's not permissible for them to oppress one another ومن الصور الرائعة التي تدل على ما في هذا الدين من العدل والإنصاف وحفظ العهود والمواثير and this is one of the greatest examples of how this religion is a religion of justice and a religion of upholding covenants قال الإمام الماوردي وهو من أئمة الشافعية رحمه الله إذا دخل المسفي مدار الحرب بأمان أو كان مأسورا عندهم يعني أخذوه أسيرا نتيجة الحرب التي وقعت بين المسلمين وغير المسلمين The shaykh says that this example is where Imam al-Mawaradi one of the shafi scholars says that if there is a war that's happening so the Muslim enters into this non-Muslim land and there is a war happening and he is being taken he's imprisoned فأطلقوه وأمانوه يعني هو الآن في بلادهم وهذه بلاد حول وهو أسير لكن أشفق عليه قالوا نعطيك لما أن نطلقك إذا أنت لامحو إذا برجا قال فأطلقوه وأمانوه So the shaykh said that he's been now taking prisoner but now they have some kind of compassion towards him and say look we will let you go and you are free to go you are under a covenant with us that you are free and protected قال الإمام al-Mawaradi لم يجز أن يختالهم في نفس ولا مال وعليه أن يؤمنهم and it's not permissible for this person who's been imprisoned the Muslim who's had this treaty with him with the non-Muslim prisoners for him now to be released and go and be treacherous to this covenant that he's had and transgress against people's rights their bodies and their wealth ويقول العلام السرخسي وهو من أمة الحنفية رحمه الله تعالى والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه أن لا يغدر بهم إمام السرخسي from the Hanafi scholars is that he said that if a Muslim enters into a non-Muslim land and they've given him a treaty then he's not allowed to go against that treaty وَأَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ and he's not allowed to take anything from their wealth without their permission طيب الكلام للفقها في هذا كثير جدا وهم من فقهاء المذاهب العروحة حتى أنهم ذكوا التفاصيل يعني دقيقة جدا من ذلك مثلا أن الإمام النوبي رحمه الله تعالى إمام النوبي gives you an example of this قَال دَخَلَ مُسْلِمٌ دَاعِ الْحَرْبِ بِأَمَانِ a Muslim enters into a non-Muslim land where there is hostility against that Muslim but he's entered with a treaty فَاَقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا أو سَرَق or he he borrows something from that land or he steals something وَعَادَ إِلَى دَاعِ الْإِسْلَامِ and he goes back to his land his Muslim country يقول النوبي لَزِمَهُ رَدُّهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَوُّظُ لَهُمْ إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ إِمَام النوبي says that he must return what he took because that is not being covered into that treaty that they had يعني يعني تصور الآن هو دخل في بلادهم فالعلاقة هنا قائمة على إيش على النظر على إصمة دمائهم وأموالهم أنها محفوظة لا يجوز الاعتداء عليها فلو اعتدى عليها حتى لو وجع إلى بلاد الإسلام تبقى في ذمته من جهة الديانة من جهة التدين لله عز وجل The shaykh is saying look at and concentrate on this point it's very important that we concentrate he's saying that when a muslim enters into this non-muslim land even though that they have enmity towards him and they hate him as long as they've got a treaty everything that this treaty upholds must be protected and he's not allowed to transgress it so if he has taken something unjustly he must go back travel all the way back to that non-muslim land and it's his responsibility to make sure that it gets returned and this is a religious responsibility and this is another thing that the scholars have discussed is that the possessions owned by a non-muslim is this something which is recognized in the sharia or not and the shaykh is saying that if a non-muslim owns something and he rightfully owns something then this is recognized within the sharia and it's not permissible for us to transgress that وفي القرآن الكريم مواضع عديدة الله سبحانه وتعالى يضيف الأموال إلى المسلمين فيقول أموالهم ويضيفها أيضا إلى المشوكين فأيضا يقول أموالهم يعني هذه أموالهم وهذه أموالهم لكل قسم ماله المضاف إليه لأنه يملكه ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا خلف علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى يعيد للناس أماناتهم وَهَؤْلَا كَانُوا مُشوكين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح أموالهم ولم يأفذها معهم ولم يلقيها غير مهتم بها وعافئين بها لا إنما اهتم بهذا الأمر وأمر علي أن يرجع لهؤلاء المنشوكين ودععهم وأموالهم فلما أدى علي ما عليه لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا So the shaykh continues to say that in this incident there were non-Muslims there were mushriks but the Prophet صلى الله عليه وسلم never took this something that was likely he never took it permissible for us to take the wealth of non-Muslims and he gave it very importance to return what he had of theirs and to fulfill any kind of covenant that he had with them and when everything was given back and all the covenants and the treaties were completed through his agent Ali in Mecca at that time that only then did Ali migrate from Mecca to Medina ولهذا الحصول على أموال الآخرين إنما هو نتيجة للحرب يعني هذا يكون في الحرب بين الدول أن دولة بجيشها ترزو دولة أخرى فيكون من آثار الحرب الحصول على الأموال والأراضي وعلى الأسلحة وعلى غيب ذلك من الغنائم والأسلحة لما حصلت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من جهة وبني قريضة فكان من نتائج هذه الحرب ما ذكره الله عز وجل قال في سورة الأحزاء وَأَوَّثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 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 والديار والأموال أضافها إليهم كما قال العلم في هذا المقام قالوا أضافها إليهم إضافة ملك لأنهم يملكونها لأنها لهم We have to pay attention to this point and give it a very level of concentration the Sheikh is saying here because here there are three things we have the land, we have the properties and we have the possessions and all of this has been transferred over so the ulema said that this is something that they actually owned and this was affirmed in the Quran ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة كانت المدينة هي البلدة الوحيدة التي توصف بأنها داول الإسلام دولة المسلمين and after the Prophet ﷺ made hijrah from Makkah to Manila this was the only land at that time which was known as دار الإسلام فكما قال ابن حزم رحمه الله كل موضع سوى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت ثغرا ودار حرب يعني كانت هذه الدولة في المدينة في علاقة حرب مع كل الدول جوارها مع كل المدن مع كل القبائم ابن حزم says that at the time of the Rasulullah صلى الله عليه وسلم establishing مدينة this was the only land which was known at that time to be a Muslim country or Muslim region and anything besides that were non-Muslim and some of them had hostility towards each other whether it's a country or whether it was tribes مع ذلك ما كانوا إذا خرجوا من المدينة ولقوا الناس في الأماكن الأخرى يستولون على أموالهم وإنما كان ذلك يقع في حالة الحرب في حالة الحرب وكنتيجة للحرب أما في الحالة العادية فإنهم كانوا يبيعون ويشتغون ويعملون المشوكين على أساس أنهم يملكون أموالهم So confirming the point that the non-Muslim's wealth actually belongs to them and is recognized in the sharia the shaykh said that whenever the Muslims used to leave Medina and they used to go out there used to be two instances or two ways that they used to take possession of the non-Muslim either it was through battle like we talked about before when the non-Muslim goes to the non-Muslim there's a battle and they take their wealth and they become now the rightful owner through war booty or what was normally the status quo at that time is when the non-Muslim the Muslim used to leave the Medina and go to the non-Muslim land and he used to only take the possessions of the non-Muslim through trade وَبَنْنَظَرَ فِي سِرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَامِنَ أَلْمُشْرِكِينَ على هذا الأساس and if you look throughout the sharia you will find this being reoccurring that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to trade and recognize the possessions that the mushriks used to have من ذلك مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة ثم جاء رجل مشرك and there's a hadith in Bukhari and Muslim where Abdul Rahman ibn Abu Bakr said that we were 130 of us Muslims and a man from the mushriks came he came with a flock which he was being the shepherd of يعني هنا تصور المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خرج مع 130 رجلا وخارج المدينة لا شك أنهم كانوا في حال حرب ربما ذهبوا في طريقهم إلى الحرب أو الغزوة أو شيء يعني لا يمكن أنهم خرجوا بدون سبب مع ذلك عندما التقوا بهذا المشرك ومعه غنم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم So the shaykh is saying that picture this in your mind 130 Muslims have left Medina with the Prophet صلى الله عليه وسلم they wouldn't leave for no reason except that they are going out on an expedition because there is going to be a war that's going to occur but now they've come across one mushrik and this mushrik has sheep with him so what did the Prophet صلى الله عليه وسلم do النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيعا أم عطية يعني هل تبيع هذه لنا أم تعطينا هدية The Prophet صلى الله عليه وسلم asked him are you willing to trade this sheep this flock that you've got or are you going to give it to us as a gift فقال الرجل قال لا بل بيع فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعتا So the mushrik replied and say that I'm not going to give it a gift that these are sheep for sale so the Prophet صلى الله عليه وسلم bought a sheep from him فإذن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه على رأس جيش وفي دار الحرب يعني هو خارج المدينة ومع مشrik فإنه لم يستحل ماله بل اشترى منه لأن هذا المشrik يملك ماله وهكذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه So again to emphasize the point that Shaykh is saying that the wealth of the non-Muslim even if he's a mushrik is recognized within the sharia the Prophet صلى الله عليه وسلم in this situation he is the leader of this campaign he has a whole army behind him and they are leaving Medina so now like we said before anything outside of Medina was a place of fair game it was a place of hostility towards Muslims so now they've met this mushrik they could have easily just taken it from him and justified it as him being from the opposing party but the Prophet صلى الله عليه وسلم traded and bought it from him ولهذا أنا عندما أكون أمينا وصادقا وعادلا في التعامل مع غير المسلمين ولا أعتدي على أموالهم وأدقق في هذا الأمر فلا يعني أخذ منهم ما لا أستحقه فإنني في الحقيقة أفعل ذلك تدينا لله عز وجل هذا دين تتعبد الله سبحانه وتعلا به وليس خوفا من قانون لأن القانون تستطيعا تخادعه وتخالفه بطريقة أخرى ولكن أنت تحفظ هذا ديانة بطريقة أخرى بطريقة أخرى بطريقة أخرى في هذا الموضوط لكن أريد أن أختم بهذه المسألة المهمة من المسائل التي تغفى على كثير من المسلمين وقد يكون موضعات إنكار واستغراب منهم عندما يقيمون في دولة غير مسلمة وهذه الدولة دخلت في حرب مع دولة مسلمة حتى هذه الصورة مبحوثة في كتب التفسير والفقه وهناك جواب عليها عند علماء المسلمين منذ قديم الزمن فإن أصل ذلك في الكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى قال عن المسلمين المستضعفين الذين يظلمون من قبل المشبكين قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أي عليكم نصرتهم ومساعدتهم في وجه هذا الاعتداء والظلم الواقي عليهم إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٍ إِذَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جَعَلَ حِفْضَ الْعَهْدِ الَّذِي أَنْتَ فِيه أَهَمِّ النُصْرَةِ إِخْوَانِكَ فلابد أن تحفظ على هذا العهد ولا تغضي ولا تكون بحجة إِش أنك تنصر إِخْوَانَكَ So pay attention to this the Prophet ﷺ has been instructed to preserve the covenant that he has with this non-Muslim party even giving it more importance than helping your brothers who are being oppressed and who are under weakness and it is not allowed even in this situation for us to be treacherous in order to justify it by supporting Muslims we are not allowed to transgress the treaty وَأُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ أَدْغَكُوا هَذَا الْأَمُرْ وَأَهَمِّيَّةَ فَبَنَوْ عَلَيْهِ سُوَرْ وَاقْعِيَّ سُوَرْ حَقِيْكِيَّ the ulema took this incident and this ayah and they tackled it and they gave it a lot of importance and the shaykh is going to give an example of how they gave a precise situation of this being applied من ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قَال إِذَا دَخَلَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِلَادَ الْحَرْبِ بِأَمَالِ فَالْعَدُوُ مِنْهُمْ آمِنُونَ إِلَىٰ أَنْ يُفَارِقُوهُمْ إِمَام الشافعي said if a group of Muslims enter a non-Muslim society or country and they have enmity towards them but there is a treaty between them when they are entering then that treaty is binding even though that they are the enemy فَالْعَدُو مِنْهُمْ فَهُمْ آمِدُونَ إِلَىٰ يُفَارِقُوهُمْ أَوْ يَبْلُغُوا مُدَّةَ أَمَانِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ ظُلْمُهُمْ وَلَا خِيَانَتَهُمْ and this treaty continues until they leave and go back to where they came from and leave that non-Muslim country or if they agreed for a contract or treaty to exist for a particular period of time until that time period expires وَإِنْ أَسَرَ الْعَدُوُ أَطْفَالَ المُسْلِمِينَ وَنِسَاءَهُمْ لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ لَهُمُ الْغَدْرَ بِالْعَدُوُ the shaykh is saying now what if in this situation that non-Muslim opposing government or society take the women and the children of the Muslims that are entering into that society with a treaty what if they imprison them Imam al-Shafi said that it's not permissible I don't hold it permissible for us to be even treacherous even in this situation ف يقول الإمام الشافعي يقول لم يكن للمستأمنين يعني هؤلاء المسلمين الذين دخلوا في أمان المشركين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم أي يعني يلغوا هذا الاتفاق ويتحول من مستأمنين إلى محاربين وهذا لا يمكن في حال إذا كان الإنسان مقيما في هذا البلد الذي هو مقيما فيه لأنه يكون في حال أمان إلا أن يتحول إلى صورة أن يكون محاربا إمام الشافي من يكون من المستوات بالجرد وفي إذاً في حال للمستوى وفي إذاً وفي إذاً في الحصول وفي إذاً في هذا العصر عندنا صورة واخرية من فتوى أحد العلماء الكبار في هذا العصر وهو إمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان الإنجليز كانت بريطانيا تحت المصر فأحد العلماء في مصر أعطى فتوى بأنه يجب على المسلمين في كل العالم أن يحارب الإنجليز ويقتلوهم ويصادر أموالهم في أي مكان كان كثيرا عثوا 저حين قمت Within Egypt había خلاف من One of the scholars in Egypt at that time who said that it's obligatory for every single Muslim throughout the whole globe inside isqt or outside egypt to fight the British and to weaken them and to take their wealth no matter where you are in the world inside isqt or outside egypt is obligatory for the Muslims to do this الشيخ ابن باز رحمه الله كتب ردا على هذه الفتوة وستدل بهذه الآية التي ذكرناها وقال رحمه الله والصواب أن يستثنى من ذلك من كان من المسلمين رعية لدولة أخرى من الدول من الدول المنتسبة لإسلام التي بينها وبين الإنجليزي مهادنة لأن محاربة الإنجليزي مصر لا توجب انتقاظ الهدنة التي بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية So it's the same example here, saying just because the non-Muslim country has gone against the rights of the Egyptian country it doesn't mean that all the other contracts that the other Muslim countries have with Britain are also negated ولا يجوز لأي مسلم من رعية الدولة المهادنة محاربة الإنجليز لعدوانهم على مصر وعدم جلائهم عنها والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في حق المسلمين الذين لم يهاجبوا وإن استنصوكم في الدين فعليكم النصو إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ومن السنة قصة أبي جندل وأبي بصير لما هربا من خريش وقت الهدنة ومن السنة قصة أبي جندل وأبي بصير لما هربا من خريشي وقت الهدنة ونحن نختم هذا الدرس بذكر جانب من هذه القصة العظيمة قصة أبي جندل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد صلحة هديبية مع المشركين كان من شروط الصلح أنه إذا جاء شخص من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعده إلى قريش وإذا خرج مسلم من جانب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا إلى قريش فلا يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم signed a treaty at Hudaybiyyah with the Quraysh and the treaty had a peace treaty and the treaty, one of the conditions was is that if a Muslim from within Mecca was to leave Mecca and the Prussian and tried to go to the Prophet صلى الله عليه وسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم must return him back to Quraysh so they're not allowed to leave Mecca however, if a Muslim or somebody from Medina leaves Medina and goes to Mecca the Prophet صلى الله عليه وسلم doesn't have a right to reclaim that person and say bring him back to Medina فأثناء كتابة هذا الصلح أو أثناء إتمام هذا العقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل هرب من مكة وهو شاب مسلم قد عذبه المشركون تعذيبا شديدا and during this incident, while this treaty was being drawn up a man called Abu جندل came and he was a young man and he was a Muslim but the mushriks used to torture and beat him severely فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى المشركين so the Prophet صلى الله عليه وسلم refused to take him to Medina with him and be his protector and he said you must go back to Quraysh لأن هذا من شروط الصلح because this was part of the contract that they had فصاح أبو جندل يا معاشر المسلمين أردوا إلى المشركون وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت So Abu جندل was upset so he screamed and he said Oh Muslims, I have come to you as a Muslim are you going to return me back to these people? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومقرجا So the Prophet صلى الله عليه وسلم said to him kindly be patient, seek the reward from Allah because Allah is going to make a way out for you إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَا وَبَيْنَا الْقَوْمِ صُلْحًا فَاعْطَيْنَاهُمْ عَلَ ذَلِكْ وَاعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنْ نَغْدِوَ بِهِمْ And he explained why he couldn't take him with him he said that we have entered a contract with the Quraysh and we have given him our word and we are not going to be treacherous in this وَإِنَّا لَنْ نَغْدِوَ بِهِمْ ثم بعد مدة استطاع أبو بصير أن يهوب من مكة ويأتي إلى المدينة فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوفيت عهدك يعني أنت وددتني إلى مكة وأنا جئت بجهدي الخاص أنت لا تتحمل مسؤوليتها فبعث قريش من يطلبه فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه خرج من المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسلمه لمبعوث أهل مكة انفاذا لهذا العهد والسلح باللذين بينهم لمبعوث أهل مكة حتى يردوه ففي الطريق تمكن أبو بصير من قتل هذين الرجلين كان رجلين من قريش والهرب منهما والعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة فلما وآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر وعلم أن هذا فيه نقضا للعهد وإثارة للحرب وتجديد الحرب بين المسلمين وقريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تجنب ذلك So the Prophet صلى الله عليه وسلم rejected this again and he said words of reject to him and he knew that if he accepted this this would mean that he was being it would be the end of the treaty and he is not somebody who would act in that treacherous way and also the end of the treaty would mean that it could lead to war again between the Muslims and the Croatians the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't want war فلما علم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم مرة أخرى هرب من المدينة والقصة بعد ذلك القصة طويلة وهذا القدر كافي لفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم بالعهود والمواثيق ولم يغدر ولم يخن وإن كان في ذلك أذن لأحاد المسلمين لكن هو نظر إلى الأمر الكلي ليس إلى الأمر الجزئي So Abu Basir realized that the Prophet صلى الله عليه وسلم is not going to accept him to stay in Medina anymore and he was commanding him to go back to Mecca because this is part of the deal so he realized that he couldn't stay in Medina and he couldn't go back to Mecca so he left Medina running away from both cities so to speak and the Sheikh said that the story continues and it's quite lengthy but enough for us to know that the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't act treacherously and he upheld the contract that he had with them إذن الخلاصة في هذا الدوس وهو متشعب المواضيع والمسائل والأمثلة الخلاصة أن المسلم عليه واجب ديني وأخلاقي عندما يقيم بين غيو المسلمين وفي بلاد غيو المسلمين فعليه أن ينظر إلى الأمق من الجانب الديني وليس فقط من جهة القانون there are many more examples and there are many more evidences and examples from the text of the Quran and the Sunnah so the Sheikh is saying we have to look at it holistically but he's saying also that it is not something that we need to fear for the government it's a religious obligation it affects our religious piety it affects our a clock that if we are entering into a treaty we must uphold it لا شك أن الدولة لا تنظر إلى دينك ومذهبك ولونك وعرقك وإنما تعاملك على أساس القانون لكن يجب عليك أنت أن تعامل الآخرين على أساس دينك وأخلاقك فلا تغذب ولا تخون ولا تكذب ولا تنقض العهود والمواثيق there's no doubt that the government will create treaties this government will create treaties irrespective of your religion irrespective of your lineage where you come from your color but for you from your aspect it's a religious obligation so it's not permissible for you to enter into this contract and then be treacherous or lie or do anything which would cancel the contract أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعله أجة لنا لا علينا جزاكم الله خيرا على استماعكم واجتماعكم وأشكر الإخوة الأفاضل في هذا المسجد على تنظيم هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد اللقاء ونحن في خيو وعافية وسلامة في أمو الدين والدنيا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين The shaykh concluded by making dua and making dua for us all and saying may Allah benefit us in the knowledge that he gives us and that it be proof for us and he gave thanks to the masjid and he hopes that this will not be the last time that we sit and we can discuss and have lectures together and that it will not be the last time